صح 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 ماروت أنا آآ أذكر لما رحنا عند الستريتا عملنا فيشل أنا وراها ررعنا ثاني يوم على الهوى منقول مش هادي مش مقول طريقتها صغوبها الستايل البرودكتز اللي بتستعملهم طلعت الستريتا ضبيط اللي من وجلات أحية كتير كبير واللي معانا اليوم في الستوديو هي الشريكة والمدير الأكاديمي في أكاديمية لفال ريتا good morning سهلا فيك مبسطين عم نشوفك على الـ TV يعني ما شاء الله عليك وهذا الحكيته على الهوى بعيد كل البعد عن المجاملة You are a real professional فحبيت بس الناس يعرف صحيح طبعا علوم قبل ما نبدأ بالانتربيو أنا بتذكر كنا على الراديو على الراديو كنا وكنا نحكي للناس وكمية الناس اللي يسألونها أنه وين عم تعملوا هذا الفيشل لأنه اللي بيجرب الفيشل عند ريتا بتغير فكته عن الفيشل يعني قد ما هي خبيرة ومميزة اليوم أنت معنا لنحكي عن أكاديمية لفال وتحديدا عن البرامج والمميزات اللي موجودة بأكاديمية لفال الناس ممكن ما بتعرفوا لكن أكاديمية لفال هي أكاديمية مختصة بموضوع التجميل وتعليم التجميل للأجيال القادمة فاحكي لنا شوي أكتر وين وصلتوا هلأ وإيش أكتر ما يميزها الأكاديمية شكرا أولا على كلماتكم الحلوة كتير هلأ إحنا بالأكاديمية بصراحة اللي بيميزنا أنه جايبين مناهجنا من فرانسا وترجمينها للعربي والمناهج are adapted للماركت هون متطلبات السوق فعم نشتغل على تأسيس طالب يطلع محترف بالمهنة ومؤسسة هلأ بس بيصفي الطالب طبعا لما يطلع يشتغل بنقصه إنه يكون عنده خبرة طبعا وهذه بتيجي مع الوقت مع تعرضه للزباين مع حالات جديدة تمرق عليه وبيكون خبرته وعنده مجال يطلعه يكبر هلأ الأكاديمية كمان بصراحة إحنا عنا بارتنرشيبز مع أكتر من شركة عالمية أولاً 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 مع وزارة التعليم الفرنسية نعم أحلى إشي لما يكون منظر الشهادة جاي عليها ختم شو حلو من فرنسا طبعاً بلد الفن والتجميل الظبط هو الأساس يعني الصح فشاركتنا مع هدول الجماعة أولاً تونينج تون سيستر إحنا ويقار أتون سكول مع إليزا ليمونيه فطبعاً كل إشي جديد منتشارك إحنا وياهم وبعدين عنا لوريال وشاركتنا كمان مع سوتيس فاوير أولويز ابتو ديت ناخد كل المعلومات الجديدة وبنزيد هاي المعلومات على المناهج وبنوصلها للطالب بعدين إحنا بصراحة الواحدين بالمنطقة اللي منعطي الدبلوم الشهادة الفرنسية اللي معتمدة ومصدقة من وزارة التعليم الفرنسية لوريال سورتيفكت و سوتيس سورتيفكت ها سو تري سورتيفكت بياخد بياخد الطالب أكتر هذا بالنسبة للفرنش و للبروفيشونال يعني لوريال بيكون مخلص ودارس ومبدع بيجي بيوفي متطلبات لوريال بنعطيه نفس الشي بيوفي متطلبات سوتيس بياخد هادي مهنياً بتدعمه بسوء العمل طبعاً دفنس لي لما يكون عنده هلا هاي بتعطيه مصدقية كمان كبيرة جداً هلا كان عنا فضول لنسأل ريتا انه مين هي الفئة المستهدفة للافال سبشيلي في هذا المجال هلا الصغار كتير بيحبوا انهم يكونوا العمار الصغيرة اللي هي احنا وين نراحل علينا ولكن هناك عدد كبير جداً ايضاً من السيدات بتركوا اعمالهم الاساسية ان دي فولو دير باشن وبيجوا عندكم ادي بتكوني مبسوطة بس توفي ست اجت قرأت لك انا يا عمي تس اس ماي باشن صراحة كتير حل الشعور صراحة حل الشعور اه وأقولك ما في عمر ولا في شخص ولا في فئة معينة تجميل تجميل حالم لحاله تجميل صراحة 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 هلا عنا احنا الدبلوم المحلي والانترناشنال نعم اللي بحبوا وفي مجال للتجسير نعم اللي بيجي بياخد الباك برو او البروفي الفرنش بقدر يروح يكمل بفرانس يعني ابدا مش غلط انه يصير عنا احنا ساينتستز مؤسسين تجميل وراجعين معاهم بي ايش دي ان توكسيكولوجي او معاهم دي جريز ان ساينسز من جامعات فرنسية اللي يعني مجال التجميل هذا هو طريقه يعني عن طريق وزارة التعليم الفرنسية بيجسروا جامعة بقدروا يكملوا هناك واحنا هون الدبلوم المحلي كمان فيه تجسير اه فيه تجسير مظهر بالنسبة لطلابنا اللي يعني وفيه مجال يدرس اللي حالة في الحظ بالتوجيهي واللي ما حالة في الحظ عنا بعدين برامج كورسات للي بس بدها ميكوب للي بس بدها نيل كير اي اشي حتى وفيه صبايا عم بياخدوا كورس ورد تاني بيبنوا للباك برو بيبنوا للباك برو بالزبط فبتصفي مثلا بتخلص اول كورس تاني كورس يعني بعد ما تخلص كل متطلبات الباك برو بنقدموا رأها وبتيجيها الشهاد الفرنسية يعني ما في داعي حتى تخلصها بسنة واحدة مثلا على راحتك والحلو كتير ريتا احنا هذيك المرة كنا بكلية لومونوس الجامعية التقنية وحكينا عن شراكتهم مع اكاديمية لفال دائما عم بتقدموا فرص للشباب والصبايا بأي عمر كان انهم يرجعوا يفكروا بمتطلبات سوق العمل اليوم احنا عنا إشباع من المهندسين والأطباء وفي كتير ناس يعني بيشتغلوا بأشغال ما بحبوها يعني هي بتلاقي عندها موهبة للميك اوب أو عندها موهبة بخليني نقول العناية بالشعر بس عمرها ما فكرت انها تدرس او تاخد هاي الخبرة فاليوم من خلالكم انا بتخيل انه كتير ناس عم بيستفيدوا من هاي الفرص اللي عم بتقدموها بس بدي اسمع منك يعني على ارض الواقع في صعوبات بتواجهوها الناس مثلا بتتقبل هذا النوع مثلا غينيقول فيه بنتي يجي تقولك اهلي مش قابلين اني اشتغل بهذا الفيلد احكي لنا اكتر عن هذا الموضوع هلأ طبعا في صعوبات لانه انفوتشنتلي بالبلد الناس هون بتفكر انه التجميل عبارة عن سشوار فرشاي شوية ميك اوب ما في ما بفهموا المهنة بصراحة عن جد هلأ هي مش صنعة هي مهنة لها اركانها و لها تعليمها لها اسوسها احكي عني انا شخصيا انا بصراحة كنت بالايوبي ودرست بالايوبي فترة سنة سنة وشوي عاساس انه سايكولوجي بس انا ماي باشن يعني من صف عاشر روحت بقول لأهلي انه انا بدي ادرس تجميل بس باك يعني ايامها ما في انترنت مش عارفين كيف نروح ولا عارفة الاقي يعني اصلا اعود ادور بالجامعات اوز ابلاينج تو مجيل اوز ابلاينج تو اكتر من جامعة ادور على اشي اسمو بيوتي تيرابي مثلا ما لقيت وما لقيت فبلشت بالايوبي بس بعدين اضيقت تعبت نفسيا انه انا هذا مش البدية فبالاخر توصلنا مع جماعة عايشين بفرانسا واللي كسبته لغة كسبت المادة اللي بحبها وبعد يعني 23-24 سنة يعني انا بشتغل بهذا المجال فتحت اكاديمية وهذا بيورجي قديش فيه يعني اه انا يعني طول مسيرة المهنية وانا بشتغل مع سوتيس واكبت كل التطورات بروح بحضر كورسز بوزع بدرب بيوتيشنز فخبرتي صارت باكتر من اشي بهذا المجال والصعوبة انه الناس تستوعب انه هذه المادة اولا تسهيوج اندستري في مجالات كتير للعمل فيها يعني مثلا احنا ما عم نحكي عن جزء صغير يعني مش قالب كيك صغير عم بتوزع على كتير ناس عم نحكي عن بتقدري تفوتي بالميكوب بتقدري تصيري نيل ديزاينر بتقدري تصيري هير ديزاينر بس اللي عنده تالنت يعني جد بترجى الاهل اللي شايفين انه ابنتهم ابنهم عنده تالنت حلو انه يفوتوا بهذا المجال لانه بنجحوا يعني بدرسوا اطباء بيكون علاماتهم عالية مش كل طبيب ناجح وعم بيجوا عندي صبايا بالتلاتين سنة انه انا زهقت اللي عشر سنين بشتغل بالمحاسبة ما بدي اني مور مثلا بدي اغير بيجوا صبايا تانين ووظفات بنك بتقولك انا بدي كورس النيلز لانه انا عالويكند اولا دخل اضافي بعدين فن عم بتحب ويتس اتريند عالميا هلأ بعدين في كتير في كتير مصاري بهاي البزنس طبعا يعني انتنا بتكوني ميكوب ارتست طبعا بتكوني بتقصي دهب بالشعبي يعني بصراحة ما في ضريبة ولا حدا عارف عنك تقصي عملة عم بسمع واحدة واحدة اللي تخرجوا او اكتر من واحدة حتى اكتشلي اللي تخرجوا من عنا نيل كير صار واصل في عنا خريجين واحنا قديش قلنا ملناش زمان صار عنا خريجين عم بدخلهم خمسمائة دينار راتب بالشهر غير تبس هدول هم ملفال طبعا هدول هم ملفال طب احنا يعني انتي نموذج مشرق بتخيل لانه انا كتير مبسطة انه حكيتي عن مسيرتك المهنية كنت بتدرسي سايكولوجي بعدين قررتي انه مش هذا بديه انا بدي اشي انا بحبه بدنا كلمة اخيرة منك التحاقهم بلفال لنفرض شو بتقولي لهم هاي الكاميرا معاك ريتا تلدم هادي كدراسة اولا في عنا احنا بندرس بيولوجي كوزميتولوجي تكنولوجي فهذه كلها اسلحة اللي نقيم يعني اذا بدك تفتحي محل نصيحة ادرسي ما بنضحك عليك لانه بتيجي بتشتري يعني اجهزة انا بشوف ناس مثلا بفتحوا سباز بشتروا اجهزة بمئة الف دينار اللي بحتاجوه مثلا بكفيهم كم من جهاز بعشرين مثلا انتي فهم حتى بنضحك عليهم مسارة مادية عالية المستحضرات لما يكون عندك حدا عم بشتغل بخلط الصبغة ولا بخلط اشي طب انتي اذا مش فاهمة كيف رح تسيطري ع هاي المواد ايوه احنا بالتجميل بيذوي المهنة عالية جدا بالرقيب بصراحة في مجالات كتير لقلها ممكن تفتحي محل ممكن تفوتي بالاندستري اللي حبوا يكملوا مسارهم الجامعي ويجوا ليه ما يصير عنا احنا ماركات احنا ننتجها ليه ما تبنتريت الورلد ماركت وليه ما نصير عنا احنا ماركاتنا مش بس نعتمد على خط واحد ليه ما نعتمد عيش ياريت هذا حلم نتمنى تحقيقه قريبا فاللي بنصحهم اياه انه بس طلّوا عليها كأديش هي مهنة راقية طلّوا على للبوتنشل العالمي تاعها ويتس بارت الفاشن الاندستري الله عليك نشكرك كتير ريتا ضبيط الشريكة ومديرة اكاديمية في اكاديمية لفال نوجه تحيي كمان لشريكتك سهيري مسيح حبيبتنا وصديقاتنا احنا هلأ رح نكون مع انترفيو مع سيدة هنة ابو عيد من كلية لمناصبنا نعرف اكتر عن الشراك اللي بينكم تانكيو ريتا تانكيو ريتا سحسير ماروتانا